مرحبا بكم مجديد في هذا الموعد المباشر من النشرة الخاصة بفيروس كورونا نشوف مبعضنا الخريطة اللي هي ديما متاع البارح مانيش قاعدين نقلتوا عليها لأنها جي بعد ساعة أو ساعة ونصف الخريطة تقول أنه حالات اللي نضافت للعدد تعويت البارح وما خمس حالات ثلاثين حالة وقع القيم معناها ظهرت إيجابية في خمس وعشرين قدم ما يسابقين وخمس حالات تجدد حتى يصبح العدد ثمانمائة واربعة وثمانين حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس التحليل كانت لاربعة وعشرين ساعة الفارتة ألف ومائة وتسعة وثمانين تحليل كان بشارنيكول مية واتسعين باستور أربعة ومية وتسعة وخمسين فاطوما بورجيبة ستة وتسعين فرحة حشيد أربعة وتسعين تحليل حبيب بورجيبة مستشفى حبيب بورجيبة سفيقس مية وخمسة المخبر المتنقل لوزارة الدفاع مية واحد وثمانين مخبر المستشفى العسكري سبعة وخمسين تحليل حتى يصبح الإجمال التحليل الكل هي سبعتاش نلف وميتين وسبعة وثمانين تحليل اللي لحد اليوم أعطاه ثمانية مية وابعة وثمانين حالة إصابة بفيروس كورونا للأسف ثمانية وثلاثين حالة وفاة لعدد مزيدش الحمد الله والله يرحمهم وينعمهم عدد حالات الشفاء اللي يجب أن نقول عليهم هما مية وثمانية واربعين لحد اليوم إذن هذه هي الإحسائيات كما تشوفوها على الخريطة موزعة على الاربع وعشرين ولاية يرافقني الليلة الدكتورة دالندا الشلي وهي مختصة ورئيسة قسم في أمراض النساء وتوليد بالمركز التوليد وطب الرذيع بوسيلة بورجيبة حتى نتحدث عن المرأة الحامل وفيروس كورونا كوفيد 19 وأيضا النساء اللي ما يحملش لا يحمل الفيروس كيفاش أيضا يزمهم يواضبوا على العيادة تمتحهم مرحبا بك دكتورة وتحضر معنا لأيضا المختصة في لغة الإشارات السيدة سيهام معليوي مرحبا بها إذن مرحبا بيك مرة أخرى الدكتور وفيروس كورونا وتحضيرات الناس اللي حضرت المسلك الخاص بالنسبة لمستشفى وسيلة بورجيبة وتحديدا مركز التوليد وطب الرذيع نعرفوا اللي الحالات متاع الولادة هي حالات استعجالية أو حتى مراحل الحامل هي حالات استعجالية كيفاش صرفتوا في هذا الظرف الاستثنائي ثم نمر إلى حالات اللي هي كوفيد موا يعني الناس نساء اللي مش حاملات لفيروس كورونا مرحبا بيك شكرا شكرا الاستضافة اليوم في فترة قصيرة قيسية نجمو قولو في بضعة أيام نجمنا نحضروا سيركو كوفيد باش نحضروا إحنا للنساء اللي نجمو يكونوا حاملات للفيروس دونك في مستشفى وسيلة بورقيبة بتونس اليوم عنا ان سيركوي سبيسياليزي يعني أي مرأة حامل تجي باش تعدي من اللي هي اللوتة في الاستعجيدي باش يسير لها انتروجات وارغم عنا بش نشوفوا عنا اسألة نسألوها ينقصوا لها السخانة عن بعد وإذا ما عندها حتى علامة أو حتى شك اللي هي تنجم تكون حاملة للفيروس تدخل في التعديل العادية وتعمل فحصات الكل كان أمكن نشوفوا صور مع بعضا في نفس شنل نسقي وإذا لقينا المرأة هذه عندها أي فكتور دوغيسك معناتها عندها سخانة وإلا عندها علامات متعبيق في التنفس ولا مشكلة في التنفس يعني عندنا التعليمات متاع وزارة الصحة ومتاع اللويميس اليوم نتبع فيها تدخل في نفس المكان هيا والأخرين يجيها فحص طبيب عندها فرقة فرقة أطبيق وفريق شبه طبيب مخصص بش يعملون الفحصات الكل إذا المرأة هذية من بعد فيها شك فما نستدعي والمئة وتسعين بشي يعملوننا تحليل ونستني ومن بعدها 24 ساعة بشي نشوفوا نتيجة تحليل سلبية ولا إيجابية وإذا هي تسحق بش ترقد في السبتار على خطر فما مشكلة لها هي ولا البيبي متاحة فما مع تبلاثة معينة اليوم اندفيدواليزي إنونيتي كوفيد اللي هي نجمو نحكي بعض معليها في الصور نحطوا فيها المرأة هذية هذية دونك شواريكم كيفش المرأة جي في الاستعجيل يمتع وسيلة بورقيبة كتقول لي هي حاملة لكوفيد بش تكون موجودة دي كان عندها علامات لكن كي ما يكونش عندها بعض الأعراض أو فما خطورة على الحمل المتاحة تروح للبيتها ولا تقعد عندها؟ احنا هذيك هو توليوم التعليمات فما أننتي وقاتوا يعني نسئلوا سؤالات معينة ونقيسوا السخانة ونشوفوا إذا فما أعراف متاع تخلينا نفكروا في الكوفيد هذيك الحالات اللي ندخلوها في سيخ كوفيد ونعملو لها التحليل وكورشا ومش معناتها نسير كرة ترقب إذا ما فامش اختار عليها وما فامش اختار على البيبي متاحة نجمو نخليوها تروح ومع العلم نقعدوا باتصال بها في انتظار التحليل انتظار نتيجة التحليل زعم التحليل السريعة بش تحل المشكل؟ إن شاء الله تحل المشكل معنيين تما بها؟ احنا ما زلنا معنا حتى حاجة جديدة إلى حد الآن وإلى حد الآن مجيتنا حتى حالة اليوم في وسيلة بورقيبة في تونس مشكوك فيها يعني هي متاع كوفيد حاجة يزينا نقولوها للمستمعين اللي يعرفوها الكل مشاهدين مشاهدين برضو اللي اليوم ملغوز ما لأكثر الحالات هما دي عباد بورتر للفيروس مع تحاملين للفيروس ومعندهم مش عراد كيمة المرأة الحامل كيمة نساء الأخرين كيمة العباد الأخرين دون احنا تولي هين بالعباد اللي في غيماو عندو بتسيني كيلينيك أما هم اروا يجيوا من با معناتا 15% من العباد اللي نجم يكونوا حاملين للفيروس هبك عليش الوقاية مهمة ييسر خاطر مش نستنيع وكان تظهر العالمات حتى وكان ما فماش عالمات نعملو لازم الكل ديستانسيزيون سوشيال ننبسو كمامات نخسلوه دينا ما نقربوش للعبيد على خط النجم ويكونوا حاملين ومعنش عالمين في صورة ما يطلع التحليل إيجابي وعندها أعراض ما إنتي ولا هي عندها الأعراض وإنتي تستنى في التحليل هل تخليها عندك؟ النجم تخليها عندك؟ أحنا والحالة عندكم الحاجة اللي سنقولوها مش معناتها فاما فيروس معناتها فاما حالة مخترأ فاما الناس يبدأ عندهم جست كينا عندها غريب صغيرة كينا أحنا في الحالة هيفيكا والبيبي ما عندوش اختار عليه ونعملو الفحوصات والإيكوغرافي والتختيط وكل شي النجمو نخليها تراوح مويننا بيانسور نعيسو عليها إذا فاما جيتنا هما هوا هذكم هما الحالة اللي بشيجوا الاستعجيلي يعني في العادة احنا ما زالوا ما يجيوش أما لكي نشوفوا البحوث يجيك عبد عنده صندرام دو دي تخيص رسبياتور متضيق في التنفس صعوب في التنفس صعوبة وفاما صخانة عالية المشكلة كي تبدأ فاما صخانة عند المرأة الحامل حتى وكين معانيش الفيروس فاما ريسك تاعة ولادة مبكرة وفاما ريسك على المرأة كي نلقا وروحنا في الحالات الصعوبة هذية لأكثر المرأة بيش ترقد وبش نتليه بيها قسم النيونات والخدش اللي يتولدوا قبل وقتهم هو موجود تقريبا في نفس المكان في المستشفى أيضا محاضرين سيخ كوي كوفيد اللي تولدوا قبل وقتهم أو اللي تولدوا عندهم ديفيكلتي خاتر أثبتت ربما البحوث والربما التجارب اللي تعاشت توا في أوروبا تحديدا أنه نجم صغير يكون حامل أو عنده ديزانتيكور معنا كينو بدنو دافع من بدن أمو هذا سؤال مهم على خاتر النسال حبيلا لكلهم خايفين من الحكاية البحوث اليوم شنوقت تقالت كين النسالة الحيلة ما يتعديش الفيروس للجنين يعني كعملوا تحالين عدل الفيتوس وهما في كرشمهم ما لقوش إنفكشون فيرتكال دونك سا هذي حاجة بخيس كمتفين عليها فما بعد البحوث القاتلي بعد ما تولدوا دي بي بي نسبة صغيرة نسبة صغيرة فما شكون لقو دي بي بي انفكتة عملوهم دي بخالي مور قوم انفكتة قوم انفكتة يلقو لزانتيكور معنا يلقو أنو بدنهم جيوبوا معا دفاع على الويروس هو دفاع ما فما شكون لقوه في الويروس يلقوه في الويروس مانش سور متأكدين اللي فما عليقا معنطا ديركتما وقتها ولدت ما ولدت شانوني سور اللي كي هيا في كرشمو ما فاميش ريسك حتى البيبي تهدو ما اللي تولدو سارتلهم لقو دي ريزولتات پزيتف لليولوشن معتالي بيس دونك ما فاميش خوف سبسيالما على المرأة الحامل إلى يومينا هيدا إني فوا ولدت المرأة هيدا أحنا توا في الونيتي كوفيد شامنا تفهمنا مع طبط الليونات اللي البيبي هيدا يكون فحص متاعو في زون معينة باحذ السال داكوشمو ومبعدي كالفوق كان يستحق بشاتل يرقد في الهسبitalزيزيون في الليونات كيف كيف عندهم اونيتي كوفيد وحدة دايور نشكر الليس اللي عطاونا لكوفز مش نحكيو عليهم بعد دونك عنا دو كوفز ديديه مع تا انسير كوي مع الپرسوني المتاعو مع كيف كيف بوغ لبيبي دي ماما اللي نجميكون عنهم ملكوفيد مع العلم اللي مبدأين راهو لبيس حتى وكان ما فاميش حالة مختر عد لبي شو هتوصيات الأخرى نعرفين انتوما باتصال مع الاطباء اللي في اختصاصكم عبر العالم تجرب شنية توصيات من التجرب هذية اللي قاعدين تتقسموا فيها في مثلا في حالة الولادة مبكرة أو الولادة صحيح كما قبل كنتشوف ففاما دي ويبنار توافاما دي كوميكاشن بيغمانات مع الاسوسياتي ساونت مع الاسوسياتي مع تامتال العلوم وكورشايل كلهم اليوم الحاجة الباية ونعود نقولها انسير حوامل ميزميش تخاف على خاطر الرجوع للا بوپلاشن جنغال معنتها انجنغال انسير حبيلها صغار في العمر ونعرفوا الوروس هذه اكتر خطورة مع العباد اللي اكتر في السن دونك الحمدالله نسير الحبيلها انجنغال صغار انجنغال ما عنده مش ديطار ما عنده مش امراض كيف دا عنده السكر اللي تابع الحامل مثلا هذيك اشنا ويقعدوا الشريحة هذيك اللي بالكش عندهم امراض مزمنة عندهم سكر يكونوا انبي بلوس عندهم ريسك اكثر مي البحوث الكل اليوم حتى في ايطاليا في الشين في فرنسا وكورشاي وراو اللي نسير اللي مرضوا بالكورونا فيروس يعني كمية ضئيلة جدا حمدالله وحتى العوارد اللي صارت مهمش برقبع الپوبيلاشون الجنرال يتسمى حمدالله شوفوا في بعض الربما تجهيزات هذي جيبها روتاري هذا شنو شوفنا روتاري تونس يعني المجتمع المدني المجتمع المدني كان عنده اهمية كبيرة كبيرة في الازمة هذية وانا يزمني نشكره على خطر بالحق معناتها ان بارتكولي لغوتاري وعملوا كوروناتون مكننا بالحق في اسبوع احنا في الانتين اللي حالينيها باش شريونا معدات هما ديجا كنوا جاهزون الغرفة هذي والقنية حاذا لليوم باش نستقبلوا فيها الانتين كوفيد وكملو شريونا برشة تجهيزات باش نتلهو بالإبابي شوف تقبل هذي جيست قبل من كامل هذي أول مرة هذي 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 نحب نشكر على خطر اليوم هذي هذي نشوفها في القطاع العام سيخت جيست في السبطار طول جي هذي 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 في تونس عنده اهمية على خطر ما يبدأ الكريز كما كما الجنود الخفاء لكلها قاعدين نخدموا كل يوم وزارة السحة قاعدة تخدم كل يوم الناس الكل عادية مجهودها الادارة العامة الكل والمجتمع المدني كنواقف بالحق باش نجمنا نعطيو لماكسيمم كنت تحكيلي في الكواليس خطي فمش حاجة طلبناها ومخذينا هايش معنا في الوقت ذولي حتى دوش بالنسبة البرسونال متاعكم في ساعة نشكر زيادة الاساسوسياشون اللي هوم على الانستغرام ولي عندهم معنا علاقة باللزارة وكورشاي انا في العادة ما نتبعش تحكيتي دوما ونيوم والي تنأمن لقرأس أسا يعني الناس كل متحدين كالك سواء نفو سوسيال ووسائل تواصل الاجتماعي عند قيمتها عند قيمة كبيرة على مجمع هو بالحق واحنا في تونس اليوم والي نستغلو فيها في حاجة تنفع معتال اليوم بالحق احنا نجمنا ركب ودوش في الانتكوش لعب الدور آخر أكيد في 24 ساعة لعبائد يصن سنسيبل وفما ناس أعطاو شهاريهم يعني يزمني نقولو تبرعوا بشهاريهم باش نجمو يشريونا بعض المعددين في القطاع الخاص في القطاع الخاص قعدوا في الكون فينمان معنا في الحجر الصحي هما في الحجر الصحي ما شوش يشتغلو يخي اقترحوا على بعض سمحني هما قاعدين في ديارهم دونك اقترحوا على اليوم تحبوش يتبرعوا كل واحد بنبختي المشاريع اللي نجم وهم أعطاو فما شكون تحبوش يقالو لما مش عاملو بسي 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 وفما شك مش مشاوروهم الكابينة متاعو مسكر هو على غدخي فما صور تعديت وجيت برع باللي عنده في الكابينة متاعو الكل يعني هذو ما حاجات بالحق يأثروا على خاطر يعني حاجة محلية معتب شعون وشعب شعون وفما ناس أخرين خواص اللي تصلوا بنا وما زالوا هاو يحضروا ويعرفوا يعقلوا رويحهم وقاعدين بشي يعطيونا معدات مهمة يسر دونك بالحق ذي حاجة بي شنقولوا لنسي قبل من مر للإطارة طبي والشبه طبي متاعكم لأنه يلزم حمايته وانتي تقول لي مرأة حامل أو ما نعرفوش لي حامل لكن التعاملوا معاها كأنه حامل هل كل من تدخل بش تقوم بفحوصات عندكم هي تتعاملوا معاها كأنه حامل الفيروس وبعد يقع توجيهها للمسلك الخاص هكا أول هيدا هو حاجة سيا أولا مش نقوله لك احنا العيدات الخارجية توا رأي مسكرة خطر توا وكي بش يسمعوا بش يقول واش بمش يحكي وها ليش مسكرة وزارة الصحة عطت تعليمات هي نسكولها معناتا إذن إتي أبليجي بش تساكروا لليقonsultation اكترن ها بش نقول لك إنا رأيي الخاص اللي هو حاليا جس كالتوا ان إتي أبليجي على خدر كنا يلزمنا نركزو بش نعملو لزيني تلكوفيد اليوم تتسامة تركزت نيوم تركزت احنا توا في وستشفى وسيلة بورغي بمع الإدارة العامة قاعدين ننخمو في حلول بش نعطيو السيرويس الجنين والراضيع كيف تولد معناها هذا كل يجب أخذو بعين لأعتبار معناها نسي اللي عند الحبالة مش فشستان الحبالة لك خوصص تتكنتين كيفش عاملين نسي هدو مع العلم أنه لو أنفبي بدت تتحل شوية في مركز نسكولها يعني نسيان فما لسوان دو سنتي دو روبروكش فما لسي بلانيق فميليال كل شي احنا توا حاليا في مستشو واسي لابورقيبا الفوق مسكر الكوستشن من لوتا من شرط لستعجيلي نسي جبت تقبلو كين لإكاز دو رجل نقبلوش كين لإكاز دو رجل دو رجل إلي عندو مشكلة ولا يحب يعد ولا يحب يستيشير خاطر فما حاجة مقالقتو إلي جميجي من شرط لستعجيلي donc systématiquement نخذو لهم سخانة في كل وقت 24 ساعة 24 نقصوا السخانة نعملوا الأسئلة الكل إذن بعدي كالباس ما فما حتى ريسك متاع انفكشن مبدئيا ظاهرة متاع كورونا تدخل في السيركوين نعمال عنا الأطبي غادي 24 ساعة 24 فما القويبل وتنجم تطلع للإزيتاج دي ريكتما خطف أربع أقسيم أربع أقسيم إلي يتبع في قسم معين النجم يطلع واللي ما عندو شويني تابع فما النمر التليفون إناج ميخو إرشد الليزمة خوبابلما مش نحلوا الباج فيسبوك متاعنا مش نحطوا لنميرو التليفون عنا إن باج ويب سيط انترنت قاعد زيدا يكمل دون إذن الكل في بضعة أي آنكور معنى مش مزيل النيش من الجمهور تعرف انتي وسيلة بورقي أو من الولايات الثلاثة انت على العاصمة الحاجات الاستعجلية اللي فيهم مشاكل كبار قاعدين يجيو قاعدين يوصلوا ويتحصلوا على الخدمة الصحية كيفش كانت تردد فعل الإطار شبه الطبي والطبي تل البداية هي ما كانش حاجة سهلة لا للطب وللإطار شبه الطبي خطر هذي يكفيز عمرنا ما كنا نستنو موش انسيكو كوويد لقدنا الوقت الليزب الحمدلل الإدار ويقف معنا الوزار ويقف معنا يجيو يعطيونا النصاح كيفش كورشاي دون شاملنا عملنا دي سيئنس دي فرمش يعني التدريب متعل هاي كالطبية وشبه طبية بش نفسر مش مع تسيح الكورونا شنو مالي ريسي دانفكش خاتل بيانسور أيوحد بشي خاف من العدوى يقول لك عاليش انا اكسبوز فسرني لهم لكل خاصية مثلا مش كما انجينيكولوج مش كما انانيستيس ريانيمateur لريسك متعل العدوى مش كيف كيف انتي والارتساس فانيا كيفش نلبسو لحمدلله عنا المعدات لازمة من الفرماسي وزيد وعطيونا دي دون من اللو عندكم المعدات احنا عنا حمدلله نشكر الفرماسي المتاع اللي هو يعني حذر روح وعمل لازم مش خالينا المعدات ومعتينيهم شاكيك التغيات خفية خدساعد تلقى نس كل بسين لباويت افف بي دو لحكم يسحقوش لباويت افف دو فسرني لهم راو افف بي دو ما تلبس في الحالة كووويد لخرين اللي باويت نعمال هيدو كم نشم ستعملوهم عنا بالضبط لهم كل وحد عندو الحق في او موان 2 باويت par جو من الاتارات الكل شبه طبية وطبية في السبتار انتنا هم الليز نفسرني الموقت تشنج بدو هيدا وقت نحنج نحنج عمالنا دي عماليات بايدا لذي عماليات دي عماليات يمولانيات لذي عماليات عطل حتى بايدا انتنا دي عماليات الناس كلها وقفتوا لسندكات حتى متاع الاطار الشباب الطبي وكرشاي قالوا احنا هم الجنود و احنا موجودين بالحق دونك هذي ستو نسانساشون بيه معنات الناس الكل اللي تواتد العلاقات مبينتنا بالنسبة لل اطار طبي وشباب الطبي هل وقع تقسيمه ستدير الناس تخدم و الناس ترتاح الله تقدر كان يصير زادك كيف كيف أكيد أنه وقع التمرين على ذلك أنه حد يكون يصاب أو يعد من مريض أو من زميل أو من أي أو جيبها هو مثلا من البرا من البرا نقصة خارج للمستشف كيفش تعملتوا اليوم قاسمين بعضكم فلان الاربع أقسم تشتغل الاربع أقسم تشتغل كل يوم بوليز أرجنس بوليز أرجنس بوليز أجار بوليز أجار في لزاكوشمان نورمو في كورشاي قادي نخدمو بش سهلنا الخدمة عمنا انا اكيب كوفيد كورشاي يخدم عادي وانا اكيب كوفيد تشوكو فيها تتلم الهتار الطبي وشبه الطبي يخرج من الصحيح ويتخل في لغاية كوفيد ويتخل في لغاية كوفيد وعملنا انسيستيم دو جاعد بشي قعد تداول حتى لي إن شاء الله نعديوا الفترة هذية لتنجم تقعد هيبيدها الأعوان زيدا من اللي يحرص المستاشفى كيف كيف تعاملتوا بنفس الطريقة مع الناس الكل محميين هم المستلزمات الصحية الكل متوفرة مستلزمات اي مستلزمات جهة رخ او Student محروس الكل متوفرة يعقى جاهزمات يستدرون المستلزمات مسل مستلزمات عملتوا بالجود مانتوا سؤال اخر شنو معنى انتو محاضرين معنى الناس يجيوكم من سال يحبوا يعملوا دي كونسلتاشون في بداية الحامل متاحة او في مرحلة ثانية او الثالثة من الحامل متاح ما تعرف تذكر وقتك يجيب حديش تقول لي عوات تقول لي رامي يجيو شي عديو لكن اليوم هل اكيد بما انكم ازلتم مساكرين هل بش تحلوا تدريجيا بشوية بشوية معنى متنساش اللي فما ربما رفع الحجر الصحي تدريجيا احنا اليوم انا مجموش نتكلم خاطراني قطل كذوما تعليمات من وزارة الصحة دونك جسكا متنا معنى حاجة تقول لنا ارجو اخدموا احنا عاملين خالية ازمة في السبتار وقاعدين نخمو في الحكاية هيدوما بش نلقاونا محلول قدر تربي من هوني الاخر الجماع احنا بيدنا يزمنا مقاوحا لخاطر بميسي عانيش مباعد نلقاو رويحنا في اللغة في عدو المداي معتاوك دي كومبليكاشن ولا مشكل عند البيبي ولا اللي عندها مشكلة مرحب بيها رو موجودين حتى اللي عنده سؤال يحب يجي تطمن على البيبي يمجي يعمل ايكو كورشاي رو يجي مرحب بي مش مناقاوشو احنا في المشيكة اه سوء نعود نس السؤال في شراء اخش كون اللي ما تجيكش اللي مزمش جيك بالنسبة للنسائح شكون يزمو يجي وشكون ما يجيش هو اللي يزمو يجي قلت انت يعني اللي ما تجيش اللي تنجم ما تجيش يزم ما تكون فما ثلاثة مواعيد مهمين في الحمل الثالث شهر اللي هو المريضة تكون فان مش مريضة المرأة الحامل يزم ما تجيش على خاطر باش نشوفوا البيبي نعملو الليكوغرافي نقصوا رقبة الصغير نعملو تقسيم تاع الاعاقات وكرشاي ونفو عاملت الليكوغرافي متاع ثالث وتهني نعملنا تحليل نجم تقعد في دارة حتى للخامسة السيدس خامسة السيدس وتليفوني نجم يشتغل معنات اي حاجة تحسة ولا تطلبكم اي 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 خير هي خير مليتجي خلطنا للخامسة السيدس وهي دجا عامل الليكوغ دي تواسي موا نخلطو للبريود تاع المخفولوجي بيبي كبر يتحرك نزيدو نثبتو لباس مش لباس امورنا مريقلا بيانسور نثبتو تحليل نسافات انسيو اكر شاي لباس هذي المعوعد الثاني المهم عدينا الخامسة السيدس نجم نسانيو حتى للثيمن ثيمن اخر الثيمن انثبتو حتى الوقتا نشوف النمو متاع البيبي نبدو نحكيو عالوليدة كيفاش تحليل نمريقلا فماش فاقر الدم وكل شاي يعني فما تخوا غنديفوت لي فما وعيد ميزي مش ترتيوهم اي ميزي بينا من رتيوهمش سينو والاخرين مش لازم ميح هاني قد تكون يعني عاملت الثالث ومبعد عاملت الخامس ومبعد عاملت الثيمن من المستحصل حاجة اخرى بالنسبة للنساء هذو من الحوامل هل مناعة متاحة مضعيفة ولا قوية الحاجة اللي كنا خايفين منها من الأول نسكول تقول المرأة كي تحبل المناعة تضعف الحمد لله في الوضعية هذية متاع الانفكشون اكورونا مظهورش المناعة هذية عندها دور في الغيسك في الشو غيسك متاع الانفكشون حمد لله شكرا لك دكتورة دلند شكرا لك على قبولك دعوة وحضورك معنا ومدنا بهذه النصاح لتهم المرأة الحامل هاكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا وشكرا لنا جزيلا لك سيم مع لاوي على هذه الترجمة بالإشارات هاكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا الى اللقاء بتنساوش تحفظوا على رواحكم وايضا عن المرأة الحامل وعالناس اللي تحبوهم والقرب ليكم حتى تحفظوا على رواحكم وعليهم وعلى توم سيلا لقاء اشتركوا في القناة